ميدي ميد الخبر الصحيح والكلمة حرة نهار وثلاثة قائق صباح الخير على سلامتكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدي ميد لتليفة 24 اكتوبر 2023 يكيب العادة حاضرات رفقتم من توا حتى المذي الساعتين سوعتين حاول نرجع فيهم بالقراءة والتحليل على اخر مستجردات الوضع في بلادنا يجي بحثينا بعد موجز مذي الساعة والوقود وغذيفنا سيد محمد سالح العيسي عضو مسد وطن دلة جيبان في نوك العادة بعد شوية نعود على اخروا اهم التصريحات في الكلمة بالكلمة حكياتنا فاش تحكي لطفيل عمالي براهيم وسلتي بالحسن ترى بالحسن يحيي ولياو نقصنا كان بالحسن ترى بالحسن ترى بالسيل هنا افهمت شو منين طهر بن شعبين معاد شريفة العادة سبع خير سيد لطفيل اقعد يقفل انت على الاقل هكا سبع خير مدهم سيدة عقربي اه مدهم ايمان صبع خير صبع خير صبع خير ايمان مزلت لك يا مدش صباحة تالي مزلت لا انا نحب الساعة نستلت فالخوية لطفي خطر من الصباح ويتناهد وتنهيد متاعه مش باهي مش عاجبتني مش عاجبتني خطري من الصباح ويتناهد ان شاء الله باللطفي يا سي لطفي وانده اسمك لطفي ان شاء الله باللطف نتمنى وكاللطف وان شاء الله الصعيب اتعدى وان شاء الله تتفتح عيونك على مستقبل زهر واندزيل صغير لا اشبيه المستقبل كالصغير هو اشبيه حتى بعد نهارين السماء مستقبل انا نقوله مش عارة ما عندك سوء نحبش يقوله مش عارة ما عندك سوء لاني عبارة اسبحت ممجوجة معنات انت عندك اصابق اللطف عليك سوء لا باسابقش سوء ربما تتناهد لانا الوضع ما يعجبشي مش بالضرورة كونه الوضع الخاصي نجم يكون الوضع متاع البلاد ينجم يكون الوضع متاع العالم كله الوضع الشاي اللي قاعدين نشوفوه كل يوم في غزة خبتي الضحايا والشهدات اللي تسقط بالمئات بل بالالاف هذي يخلي الانسان يتأوه مش بالضرورة عنك خاطر ما رجيتش مليح سهرت برشا فيزيت خواطري فيزدة لا اكثر ولا اقل يدخل فيها غزة للعالم ولا المستقبل ازيها الدورة اللي عملتها انا رجعتك شفت شفت كيفية شفت كيفية والله استيل يا براني قريب يمشي يا بحث مرسي إبراهيم انك سهلت عليه هي كمان صبحت هيك من شاء الله الباس من شاء الله نهارنا يتواصل معناها خير من صباح خير سيبراهيم صباح الخير كافة المستمعين والمستمعات وإن شاء الله كحد الباس كما قولوها وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع فعلا نحن محتاجينه بالشكل لم يسبق له مثيل لأنا نشوفه اليوم حتى السخانة مش توصل في بعض الأحيان ل37 درجة واحنا تقريبا هنا على بعض شر ونيف وبرطة اليام من دخول الشتاء الحمدو ربي يعجبكم العجب منذ قليل مطقة باسم وزارة الصحة في غزة يعلن الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفية القطاع بتشرط وسخانة ومطر ويخرج للصباح لا حتى المطر كتسب في غزة تنفع يعني على الأقل شوف واحنا العرب بصفة عامة وخاصة الزعمة العربة لهين كان في المزايدات والشعارات الجوفاء اللي كانت من أسباب النكبات والنكسات أنا نقوله نأكد ليحب يعاون المقاومة الفلسطينية عنده ثلاثة حاجات ينجم يعاونهم بهم إما بالرجال إذا عنده في العقل رجال ينضموا للمقاومة وإلا بالعتاد إذا عنده سلاح ينجم وإلا بالمال إذا عنده القدرة كونه بش يدفع لأنه شفنا إحنا إسرائيل كيف تداعت الدول الغربية لدعمها ونذكر لهنا وقلناها البارح أنه شفنا بارجة كاملة معناتها حاملة الطائرات اللي مشيت الأمريكية فيها 75 طيارة وعاونتها بالذخيرة والسلاح ثم أنه فما ناس اللي متطوعين اليوم نتبع والبارح نتبع في أخبار فرنسا فما فرنسيس يقول لك إحنا متطوعين نحبوا نتطوعوا نمشوا نحاربوا مع إسرائيل وإحنا قاعدين كام بالكلام ونرفعوا في الشعارات الجوفاء لكن نشوفوا إحنا الأمريكان 14 مليار بش تصب هالهم دعم استثنائي إحنا صابوش ليهم الليم يزينا من الكلام يزينا من الشعارات الفارغة هاو يجتمعوا أكثر من مرة وزراء الخارجي العرب وزراء الخارجي متاع 57 دولة إسلامية قمبة صارت في القاهرة أشنين نتائج متاعها حد شي أمير قطار إخرج متغشش روح لأنه حب يضمن في البيان كونه يوازي ما بين اللي صار في إسرائيل ولي صار في غزة تغشش روح هزي روح وروح ايه شنين نقولوا أحنا شنين نعم وزينا من معناتها أما النصر والشهادة هم قاعدين يستشهدوا قداش توصلوا 5700 الشهيد اللي يحب يستشهد يتفضل يمشي مش يجيوا يبدأ الشعارات الجوفاية الشعبوية لا أكثر ولا أقل الاستشهاد حقه فارثة تفضل السيد ياه تفضلوا مشيوا امشيوا امشيوا يزينا من الشعارات يزينا من الكلمة الفارغ يزينا من الخطاب الرنانة يزينا واليوم الرئيس الفرنسي مانيويل مادخان وصل للمنطقة وعبر واعتبر أنه ما حدث قاعد ساير ويحدث لإسرائيل لن ينسى أبداً وفرنسا ستدعمها في حرب ضد الإرهيق واعتبر أنه الهدف الأول الآن هو إطلاق صراح جميع الرهائن دون تمييز ونوه الرئيس الإسرائيلي إلى أن حزب الله يلعب بالنار محذراً من أن لبنين سيدفع الثمن إذا قرر حزب الله الانخراط من الحرب منذ قليل وزير الخارجية البريطانية إذن يقول ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكننا اتفقنا على العمل لتقليل عدد الضحايا المدنيين مدنيين منها عملوا لهم سون لأنه توا إسرائيل معنى تخرجت نوعية جديدة من السواريخ ما زالت معناها ما لم يمر عام على يعني تصنيحها وتسمى باللدغة الحديدية الساروخة دي عنده معناها إمكانية اختراق جدار من الإسمنت المسلح اللي مبني مرتي بشكل مضاعف وعنده دقة كبيرة في استهداف معناها المرمى أمتاعه وبالتالي يعني تقريبا نحن نعيش حرب يستعمل فيها آخر مجادة بهي التكنولوجيا مقابل تقريبا شعب أعزل سراحة وفي نفس الوقت نشوفه توافد كبار العالم على تل أبيب ما شفنا حتى رئيس عربي هزروه وما نقولوش مشاء الغزة مشاء سيدي حتى الرملة لا لا الرملة يطل على عامك محمود عباس يقولوها أنا مبعدنا وانسندوك وكذا أمش تتخيلي رئيس عربي لا رئيس عربي تقول هزروه مثلا أنه يمشي الغزة كيف أعمل مقرانو كيف أعملو الأخرين يقولي أنا أخي مستنتي للمقاومة باش نمشي انسان اللي ما عليكم فقط يعني يرفع المعنويات يعدي سوعتين ثلاثة في غزة يعاين الأذرار ويعاملنا خطبة بعنا عصمها من غادي ويروح ما توقعهش رئيس عربي ولا قايد عربي جميعوا الحاجة كيف أنهك بلحلة ما حالا شفناك الفيديو اللي قاعد دور ثنائة تسليم السيرة الإسرائيلية اللي سلموها كتائب القاسم وشفنا ربما جدالة لأحد الفيديو هذي كم معناها هي ماشية للصليب نعرف شفتوه لليل فيديو هي ماشية جماعة الصليب الأحمر وهو ما يزدوا فيها وهي راجعة للقيادين في الكتائب تسلم عليهم وتودع فيهم معناها حتى منذ قليل أعطت تصريح يقول تقول تعاملوا معنا باحترام وفروا لنا الدواء اهتموا بنظافتنا أحضروا لنا الأطباء لفحصنا لقد كانوا في غاية الود هذا التصريح العبرية للأسيرة الإسرائيلية اللي تم الإفراج عليها البارح هذي في علم النفس أصبحوا يسموها وساندرون دوستوكهولو يعني وقت اللي إرى هنا بعد ما يتم إطلاق صراحة واللي عندها علاقة جيدة جداً بالذي ارتهنها وهذي صارت تم معناها تقريباً إطلاق توصيف هذي واصبحها دارش في علم النفس صارت الحكاية في السويات في ستوكهولو قيامات رئيس الحكومة اللي هو أدولف بالو تلك الرجل العظيم اللي معناها تم اغتياله في السويات لها شاد الصف باش يقص تسكرانت فمقتها تم في أحد البنوك صار هولدوب تم احتجاز الرهائن وقت اللي تم إطلاق صراحهم الرهائن تعاطفوا مع اللي يخطفوه ويعني يجابوا له محامل يدافع عليهم فتخلى علم النفس في المسألة هذي واعتبر أنه الرهينة يقول لي عندها النوام الديبندانس لكن اللي ارتهنها ونجم ويدخلوا حتى في علاقة معناها علاقة حب أما عن كود كام كمام معناها تتسمى مهمة ومهمة جدا ناخد ربما مجرد التصريح هذه حتى يخلي ربما حتى الناس اللي هي اليوم معا معناها خلينا نقول الكيين تش بكون تراجع نحكي على مستوى مش القيادات ولكن الملوط على مستوى الشعوب طبعا خاصة أنه ربما الاتجاه متى حركة حماس في المقاومة الفلسطينية أنه تلاق صراح الرهائن الأجانب لا يحملون جنسية يحملون جنسية أخرى غير الجنسية الإسرائيلية ونعرفوا إحنا الإسرائيليين بكلهم تقريبا عندهم على الأقل جنسية ثانية إلا ما تكون جنسية ثالثة اللي يتمكنهم باش يزوروا العالم بأسره تلقاهم عندهم جنسية فرنسوية، إنجليزية، ألمانية، أمريكانية، أسترالية عندهم موجودة وربما حتى جنسيات عربية أخرى هذا التمشي والربما نمشين فيه وفيما دولة قطر قاعدة تكون بهذه المساعي لأننا نعرفوا دولة قطر هي الممول الرسمي في حركة حماس شهريا تصبرها ثلاثين مليون دولار بخلاص للأجور وأيضا نعرف القيادة السياسية موجودة حاليا في قطر بعد أن كانت في سوريا، غادرت سوريا في سنة 2012 وهو موجودة في قطر وبما بعض الضغوطات التي تمارس على قطر باش تلعب هذا الدور خاصة فيما تعلق بإطلاق سراحة الأسرى ولكن نعرف واحنا الموقف متاع المقاومة الفلسطينية هذا يجي بعد ما تضع الحرب أوزارها ويصير عملية تبادل كما صارت في السابق ميح تعتوني الفريقنس ورجاء به يتحدث عن الخيانة العظمة توت سويت براهيم موسلاتي ولي حكياتنا فاش تحكي ما تعرف تاريخ البشرية ملئن بالخيانات وخاصة تاريخ العرب تعرف أبو درغال تسمعوا بيها؟ حتى أنا ما كنتش نسمع بيها ما سمعت بيها هذي يدل الأبرها الحبشي على المسلك المؤدي إلى مكة كيش يمشي يقتحمها ولكن ما جاتك الطير الأبابيل اللي هذيك قضعت عليه ولكن مش عليه هو بش نحن كيش نحكي على فؤاد الدين ابن العلقمي هذي كان وزير لآخر خليفة عباسي المستعصم لدين الله سنة 1258 ونعرفه الدولة العباسية أكبر دولة دامت أكثر من خمسة قرون من 750 إلى 1258 وقت اللي كانت جيوش هولاكو تطار على أبواب بغداد وهو خايف بشي قتحم بغداد لأنه يعرفوا أن بغداد محصنة بشكل كبير صار نوع من التواصل بينه وبين الوزير ابن العلقمي شاء قابلوا خلصة وقالوا راهوا فما عنا جيش مئة ألف جندي اللي هما قاعدين داخل يحميوا في بغداد ويحميوا في الأسوار بتاع بغداد بالتالي رأوا يصعب جدا كونك تناجم تقتحمها يقالوا شني الحل قالوا أنا سأنصح الخليفة أن نسرح عشرات الألاف منهم صرح منهم تقريبا تسعين ألف قادوا عشر ألاف جندي لحماية بغداد فقط في حين أن هولاكو الجيش متاعه كان مئتين ألف وقت اللي بلغوا الخبر اقتحم هولاكو بغداد وشفنا شعمل فيها أعمل فيها السيف ويقولوا أنه قتل حتى أكثر من ثمية ألف وحتى كل مكتبات هذه العظيمة كلها دمرها وألقى بها في البحر في الأخير أن الخليفة المستعصم هو العائلة متاعه والحاشي متاعه رفعوك الرأي البيضاء وقالوا أحنا مستعدين نتفاوض مع هولاكو يمشى نفس الشي الوزير متاعه هذا باش يتفاوض مع هولاكو على أساس كونه أسمح لهم بالخروج والمغادرة آمينين ولكن هو تفاوض على أساس كونه باش وقت اللي تم قتل أو اغتيال الخليفة المستعصم بالله يشد هو بلا يستو هولاكو وعدوا قالوا خليهم يجيوني لهنا في الأثناء هولاكو جاب بعض المناجمين وحتى الفقه ها قلم استشيركم في كيفية قتل الخليفة فمشكون من المسلمين الحاضرين فقهاء قالوا لا هذا يروا النجم تكون وبال كبير يعودوا عليكم لأنه هو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام واحد آخر قالوا لا أو عنا طريقة احنا كيفش نقتلكم مش لازم انت بقصلوا راسه حطه في شكارة وعفسوه حتى اللي يموت هكذا صارت هذه بتعتبر أكبر خيانة عظمى صارت في تاريخ الدول الإسلامية اللي انهارت فيما بعدها يعني بغداد والخلافة العباسية وما أدرك من الخلافة العباسية ويقال فيما بعد أن هذي ابن العلقمي انهى حياته مذموما مكروها مدحورا لأنه في نهاية المطاف لم يتحصل على شيء بالتالي الخيانات نعرفوها حتى حديث وقت اللي يفهمه بعض المؤرخين يقولوا أنه في الحرب متاع 48 صارت بعض الخيانات خاصة من طرف الملك عبدالله الأول ملك الأردن اللي نعرف وهذاك هو كان قايد الجيوش الكلة وتعرف شكون قايد كان قايد الأركان الحرب متاعه هو انجليزي انجليزي كان قايد الأركان تاع حرب تاع الملك عبدالله الأول اللي تم رأو اغتياله وهو ماشي يصلي فيه جامعة الأقصى لورانس دارابي القلم والممحات أتيكم حكاية انها تعبر على معنى راقي جدا وهو معنى التضح شما اش طوير غير قالت الممحات للقلم كيف حالك يا سيد رد القلم بغضب أنا لست صديقك أنا أكرهك قالت بدهجة وحزن لماذا تكرهني؟ قال لها لأنك تم حين كل ما أكتب قالت أنا لا أمحو إلا الأخطاء قال لها وما شأنك أنت بأخطائي؟ قالت له أنا ممحات وهذا عملي قالها هذا ليس عملا قلت له عملي نافع مثل عملك قال القلم أنت مخطئ أو مغرورة لأن من يكتب أفضل من من يمحو قالت إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب صمت القلم برها ثم قال بشيء من الحزن ولكني أراك تصغرين يوما بعد يوم أياتها الممحات قالت لأني أضحي بشيء مني كلما محوت خطأ قال القلم بصوت أجل وأنا أيضا أحس أني أقصر مما كنت فقالت له الممحات وهي تواسيه لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا نصيحة من أجلها والتضحية من أجلها ثم نظرت الممحات إلى القلم بعطف بالغ وقالت أما زلت تكرهني ابتسم القلم وقال كيف أكرهك قد جمعتنا التضحية أنا نقصر نكتب للناس وانتي تصغر تجتمحي الأخطاء هذه الأحدى معك أنا معك شبرش نعرف كنتي نعرف لوتفي تقمصها ورجعها للجربة تستاذ المسرح كيفي شقريتها بالحسن من غد يغزولي عملي شبيه 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 كل حاجة كل مقام المقال والحنينة ذاكة بقي فيك لوتفي تبقى داخل في شخصيتك تحب تمثل أما الممثل الجيد هو الذي لا يمثل يتقمص الداخل لا 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 ما يمثلش يكون كما هو لأنه وقت تبدأ تمثل وليتمثل على الناس يفيق بيك الببليك وما يتعداش كما كل واحد ما يعرفش يغني بالضبط فيقول لك الممثل الجيد هو الذي لا يمثل هو اللي يكون تلقائي وطبيعي هذك اللي ينجح في مهنتك ممثل حديثنا القياس جاي سيدي خلنا عود على الناس